يبدو أن الحكومتين في بغداد وأربيل رضا ختال الضغوطات الإيرانية بإعلانهم البدأ بعمليات نقل عناصر المعارضة الإيرانية وذلك تفاديا لتدخل عسكري إيراني شمالي العراق لوحت به طهران ما سيرتب أعباء أمنية وإنسانية على بغداد فضلا عن الحراج إزاء المجتمع الدولي الملتزم بحماية عائلات هؤلاء المعارضي نتيجة لذلك باشرت بغداد بتسريع إجراءات تشكيل قوات حرس حدود جديدة من سكان كردستان لتنتشر في المنطقة الحدودية والبحث عن آلية لتسليم المطلوبين الذين نفذوا أعمال عنف داخل إيران وهم موجودون حاليا داخل الأراضي العراقية وحتى الآن لم تكشف بغداد أو أربيل عن آلية تنفيذ الاتفاق بشكل مفصل خاصة أن عدد أفراد المعارضة الموجودين يفوق عشرين ألفا أغلبهم عائلات أفراد الأحزاب الكردية وكان الأمين العام السابق لقوات البشمرقة جبار ياور أكد في وقت سابق أن إيران قد تشتاح أراضي كردستان العراق حين تنتهي مهلة التاسع عشر من شهر أيلول الحالي التي حددتها لإجلاء المعارضين الأكراد منها في السياق نفسه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي المحدد لنزع سلاح جماعات المعارضة الإيرانية في كردستان العراق وعالنت بغداد وطهران نهاية الشهر الماضي توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في كردستان العراق على الحدود مع إيران ويقضي الاتفاق المبرم بين البلدين بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعاتها وإبعادها عن الحدود مع إيران وتسليم المطلوبين منهم وحددت إيران مهلة شهرين للحكومة في بغداد لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة مهددة باستئناف العمليات في كردستان العراق